اشتركوا في القناة والذي يقع في حي صلاح الدين وذلك أثناء التوغل المحدد للمنطقة الشرقية في دير البلح طلب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلم معروف بتحرك عاجل لمعالجة أزمة المياه وإنقاذ سكان القطاع من العطش وقال معروف في تصريح صحفين مدينة غزة تواجه كارثة بيئية جديدة تهدد المواطنين نتيجة توقف جمع أبار المياه في المدينة بشكل كلي منذ أسبوعين بسبب نفاذ كميات الوقود الشحيحة والتي توفرت لبلدية غزة خلال الفترة الماضية أقيمت في مدينة مأرب مباراة مهرجان شبابي خيري دعما للقضية الفلسطينية وإسنادا لإهالي غزة والذين يواجهون آلة القتل والدمار الصيوني منذ ستة أشهر وتأتي الفعالية الشبابية ضمن أنشطة الدعم والإسناد التي تشهدها مدينة مأرب منذ السابع من أكتوبر والتي تنوعت ما بين الوقافات الاحتجاجية والمهرجانات والمسيرات والتظاهرات قال مدير إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي بمكتب الصحة وسكان بتاعز الدكتور ياسين عبد الملك إن عدد حالات الوفاة بوباء الكوليرا بمدينة تاعز ارتفع إلى خمس حالات بينها حالة من المهمجين في مخيمات نازحين ضف ياسين في تصريح لقناة يمن شباب أن عدد الحالات المشتبه بالكوليرا ارتفعت إلى أربعمائة وسبع وعشرين حالة منها مئة وست وثلاثون مؤكدة بالفحوصات المخبرية تلعي نقابة الصحفيين اليمنيين رحيل الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالله المساح أحد مؤسسي نقابة الصحفيين اليمنيين والذي انتقل إلى المولى عز وجل يوم أمس الجمعة بعد مسيرة صحفية ثرية ومؤثرة عن عمر نهز ستة وسبعين عاما وقالت النقابة بهذا الرحيل الموجع فقدت الصحافة اليمنية أحد أبرز الصحفيين والنقابيين والذين سهموا بإخلاص في تطوير الصحافة اليمنية وتعزيز العمل النقابي نهاية الموجز إلى اللقاء